اشتركوا في القناة هي قصص تحدث الاشخاص واني اخذ الدور به ويلا نبدي بقصة اسمي ميثم وبعد تخرجي من كلية الزراعة كانت فرصتي بالعمل ضمن المجال ضعيفة جدا فتحت محل صغير للبيع البذور والاسمدة داخل القرية البسيطة ماتي كانوا كل اهالي القرية يعتمدون على الزراعة هذا الشي ساعدني جدا ببداية حياتي لكن الحياة صعبة وهذا المحل ميفيد وانا قهرت لان درست هواي وما تعينيت نهائيا بمكان وباحد الايام كانوا يجون علي ناس من غير مكانات ياخذون ما عندي بذور واسمدة وكان اكو شخص داما يتردد علي ولما يجي بسيارة شبيرة ويا اشخاص احيانا هو ينزل واحيانا لا وهذا الشخص كان لما يجي للمحل يعني ما يعامل نهايين بيش ما اقول للحاجة ياخذ شنة اعتبره زبون مفضل وباحد الايام اجي وسأني قل لي اوني زارع زارع بالارض والزرع جاي يموت عندي ومعرف شنو السبب وحتى السماد والاشياء كلها جاي اخذها من عندك قلت له الخلل مو بين لكن هاي النبتة اللي انت زارحها ما يصير تخليلها من هذا السماد اللي موجود عندي وبدأ اشرح له انا عجب جدا بي وسألني قل لي انت دارس لو هذا الحتي ما اخذ عن خبرة وضحكت بوجهه قلت له عن خبرة ودارس وبدأ يسألني شوني خلصت وكذا وقلت له كلية الزراعة المهم من عجب بي وعرض علي عرض قال شوني رأيك تجي تشتغل بالارض الزراعية ماتي وانطيكي نطلعها بالمحل وازيد قلت له العرض عجبني وكان صدق هو عاجبني قلت له بس عندي مشكلة بي قال لي وهي قلت له محل متروس بضاعة وانا صارف عليها فلوس مع الاسف ما رح اقدر اشتغل وياك ابتسم بوجهي وقل لي بسيطة انطيك فترة حاول اتفرغ البضاعة اللي عندك او اترجع من عندها لهل الجملة واني اللي يبقى اشتري من عندك مباشرة حتى لو اعرف اكبه كان من عجب جدا بي وصدق رجعت الغراض وما بقت غير اشياء قليلة وديت هل للبيت وسديت المحل واتصلت عليه وقلت لهاني جاهز دليني بالارض الزراعية ماتتك خلي اعجيك الارض الزراعية ماتتك كانت شوية بعيدة علينا يعني مو بنفس القرية اللي احنا قاعدين به ارض القرية ثاني رحت لهناك وكانت عندها ارض زراعية كبيرة وبدأ يفهمني شون اللي يسوي وشون اعتني بالاشياء اللي زارحها والنباتات اللي عنده وكان داما يقول لي اريدك تخلي بالك من البيت ترى هذا البيت انا تاركه صار فترة طويلة واريدك انت تدير بالك عليه البيت مؤثث واي شي تريده من ناقصك انا اجيب الكياه لكن هذا البيت انا معتز بي لان والدي توفى بهذا البيت وعرفت ان والدي مات موت عادية وطبيعية وكل البشر متعرض للموت المهم ما اريد اطولها عليكم ما احكي لكم الاحداث اللي صارت اشتغلت بهاي الارض يمكن لثلتة شهر او اربعة وهذا الرجل كل عشرين يوم خمسطعش يوم يمر علي ويسألني شنو محتاجه ويشوف الزرع ماته والحلال كان جدا مرتاح الي واني همشنت جدا مرتاح بالمكان وبيوم من العيام اجيت وحفرت جوا شجرة كنت اتكلم ويا خطيبتي ولازم بيدي عودة واحفر بيها بالارض يعني ملته وساهي واللي شدني اكو فتشي موجود بالارض انا جاي احفر طلع في الصوت غريب اتفاجئت جدا ورا ما راحت خطيبتي لحيت بالحفر لحد ما طلعته لقيت فتشي ملفوف او تقدرون تقولون قطع مالقماش لونها ابيض ملفوفة وعليها كلمات غريبة وقبل عرفتها هاي الاشياء يستخدموها بالسحر بديت اسمع علي وافتح بيه فتحت السحر اللي موجود كله لقيت اشياء معرف شنو سودة وناعمة ولقيت شعر ولقيت صورة والاغرب بالامر هاي صورة وصاحب الارض وكان وياها دنابيس وابر والمشكلة الاكبر كانت محطوطة بشيس على مدلات تلف من المي ولقيت ورقة هم داخل الشيس فتحتها وما فتهمت ولا كلمة حبيت انه اقول لي وبعدين بطلت قلت الرجل امره ماشي وحالته متيسرة ما اعتقد احد سوال السحر وخلانا ونجح تركت الموضوع وهذا السحر شلته وشمرته بالحاوي ومن النفايات ونسيت الموضوع تماما اللي صار هنا عندي بعدها بيوم قمت اشتم ريحة بايدي ومو طبيعي وتحديدا باصابعي اللي فتحت به هذا العمل وكانت الريحة ما تروح نهائيا واشتمه خاصة لما اجي اريد اكل حرفيا خلتني امتنع عن الاكل بايدي قمت اكل قل بملعقة يلا اقدر كانت الريحة مو طبيعية ابد ومن نانا وصارت تبدي عندي الاشياء الغريبة والمريبة شلت دائما اقعد على صوت صراخ ولما اقعد القى الوضع هدوء بهدوء يعني ما احلم مجرد صراخ يقعدني وظلت لفت بالمكان وما القى احد واستمر هذا على مدة ثلاث ايام او اربعة شلت اتواصل ويا اهلي واتكلم والوضعية الطبيعية وحتى هذا الرجل يجي احيانا يشوف الوضعية بالارض ماكو ايشي ونوبات يدز اشخاص للارض اللي صار هنا وراها تقريبا بيومين او ثلاثة اجتميت ريحة تفت شي محترك والريحة كانت عبارة عن شون واحد حاطفة قطعة قماش على نار وكانت تطلع دخان قعدت صدر مكتوم من هاي الريحة تلفتت لقيت البيت عبارة عن دخان وكانت لما انام اطفل اضاءة اللي موجودة بالبيت وخلي ضوة واحد فقط وهذا الضوة يضرب على جميع الغرف شفت الدخان واضح بالبيت عبالي صار عندي تماس كهربائي لان شنت اصلا انا ما اطبغفت حاجات بالبيت وخاصة بالليل قمت دورة البيت كله ما اعرفت مصدر الدخان من جاي حتى طلعت برا اتأكد اخاف ان هاني عايف شبابيك مفتوحة وشخص حرك فتحاجة برا ودخل الدخان علي الصراحة خفت وارتعبت من الشي اللي جاي يصير وقلت خلص خلي وضعية طبيعية خلي اقرأ قرآن وبديت اقرأ قرآن بصوتي وحسيت انه ما اقفت شيء بالبيت لكن هاي الاحداث مو طبيعية المهم وثاني يوم الصبح اجتي سيارة تابعة للدارة مال الكهرباء وعرفت انه هم جاي يصلحون بالكهرباء لانه جوا عليه وقالوا ريد ندخل للارض الزراعية على مود العامود مال الكهرباء اللي موجود بيها قد لهم ادخلوا ودخلوا وسئلتهم لما رادوا يطلعون قالوا احتمال اليوم الكهرباء تنقطع والظيل احتمال مقطوعة وما تجي الثاني يوم وانا استمرت بالعمل كنت اقضي الصبحية وفترة العصر كلها بالارض الزراعية ومشو الوقت ونسيت انه هاني حتى ازود المولدة بالغاز كانت خلصانة واصلا محد يستخدمها لاني الكهرباء ابديت المنطقة زينة وطبيعية المهم لما اكملت شغلي دخلت البيت ويا المغرب وهنا انا عرفت اهمية الكهرباء ضليت قاعد شوية وحاير ليش ما راح تجيبت قاز لكن القاز كان بعيد علي المهم واني قاعد اراني التليفون وكان صاحب العرض سألني وقل لي شيخ بارك وهو مو من عوايدة يتصل بيه قلت لي الحمد لله بس اليوم اجوي الكهرباء وكذا وكذا بديت تكلم ويا قل لي وليش مش شغل مولد قلت للمولد ما بيه غاز وقال ليش ما جبت قلت لي كنت اشتغل بالعرض وما عفتها قل لي طيب اخذ الغاز اللي موجود بالمغزن كان اكو مغزن كبير هو مسوي جملون وقاس من الصين النص من عنده ادوات للعرض والنص الثاني كانت اشياء خاصة بي هو وشنت مادر بالقاز موجود هناك عندي قاز بمكان ثاني بالغرفة ما للمطار ما للسقي او الريم والارض رحت لهناك ودخلت ولما دخلت رفعت الجوال مات تي وشغل الضوء وفتر بالمكان المكان موحش ومرعب هذا المغزن ما داخل بياني غير بالنهار ولما اطب دقائق معدودة واطلع كان المغزن مرعب جقد ما تتصورون لمحة الطفل مر من قدامي داخل المغزن وشلت متأكد لان كان واضح كان لابس توب طويل وركضوا خطف خطفة مو طبيعية ما تعودت الشيطان ولا ايشي لكن فكري وبالي معرف وانشرت وراح وظليت اتابعه بالضوة لكن ما اشنت اشوفه وللمرة الثانية خطف ورجع بمكان ثاني صرخت بالمكان وقلت من اللي موجود هنا لكن ما حد جاوبني وهنا شفت اكوج اللي كان وعرفت ان هو بي القاز رحت علي اريد اخذه لكن الضوة مات صار باتجاه والاتجاه هذا صار بين آلات اثنين عاليات المهم كانت اكو مرة واقفة وهذا الطفل كان واقف في يمها وكانت حاط يديها على راس شكلها ما رح اقدر اوصف الكم هي انسية شكلها شكل انسان لكن بالحقيقة شكلها مرعب جدا السواد اللي يعدها ما عرف شون كان وجهها يلمع بطريقة عجيبة وغريبة كأنه كيس نايلون اسود بي لمعة وعيونها كانت غريبة وكانت ترتدي ثياب بعد اغرب وهو كان يناظر بي ما ركزت علي زين ملامحة كانت طبيعية وطفل عادي ورفع ايدي الي سوالي حركة بايدي معرف ومعرف هاي اللي واقف شصير من عنده نزلت ايدي مديت ايدي ببطع شديد واخذت الجلكان وظليت ارجع وما احد ايجي اللي حسيت انه اكو شخص نمسني من شتفي والتفتت وما لقيت احد وركضت مباشرة للبيت وقلت خليه اشغل المولد درت بسرعة القاز بالمولد وتلفت يمين ويسار وشون ماكو احد شغلت المولد وطبعت لجوه هستوني يلا حسيت بالرعب والخوف ببداية الامر لما شبتهم صح شنت مرعوب لكن لما عدت الموقف وصورت بالي انذهلت من الشي شفته شنو هذا الكلام اللي موجود معقولة بشر زين اذا بشر شلون عايش بهذا المكان شياكل شنو يشرب لا اكيد هذول جن هذا الكلام اللي كان يدور بعقلي والمولد مشتغل ومستمر وانا بتفكيري مستمر وبين ما انا جاي افكر طفل مولد رفعت التليفون ماتي حتى اشوف الوقت ولقيت الساعة تعدت الوحدة طول هذا الوقت وانا ما حسيت شلون مشي قلت خلي اطلع اشغل المولد ما معقولة طفل لاندرت كل القاز به وانا وصلت للباب وتقريبا بيني وبيني ماترين كانت الاضامر التليفون متوجه على الباب الباب كانت حديدية لكن بيها فتحة تقريبا عشرة سنتيم من جوه ما شخص مندودة من جوه الباب وعرفت انه اكو شخص واقف ورالباب ظليت ساكن بمكاني وانتظر يروح وهنا انا عرفت مبشر طبيعي لان كانت اضافره لونها اصفر ووسخة وماعرف شونها خفت وارتعبت ظليت واقف بالمكان ومذهول ماعرف شنو اسوي بعدها قام يدق على الباب دقات خفيفة وبينما هو يدق على الباب دقات خفيفة انا كان قلبي يدق ويا ذن الدقات وبنفس الوقت كانت اسمع حركة بالبيت كلها والحركة كانت على الشبابيك على الاشياء اللي تنفتح وتنسد يعني شكوا شي بالبيت ينفتح وينسد كانت احس يتحرك وبذيك اللحظة يا رب كل شي مااريد اريد شغلة وحدة بس اريد اتحرك من مكاني احس نفسي شنجت وما جاي اقدر اتحرك اريد ارجع وقعد بأحد الزوايا والبيت واضل منور بالمصباح المهم شوية وقدرت اتحرك من مكاني رجعت الضوية مال الجوال على الباب وما لقيت احد والوضع صار هدوء بالبيت لكن لحظة جاي اسمع صوت الاذان معقولة كل هذا الوقت عدى علي واني واقف على الرجلية وما جاي احس ما اعرف مرة واحدة حسيت ان الزمن تقدم بي ساعات واني ما حسيت بهاي ساعات شنو ما كانت حتى يكو احداث قوية مجرد اصوات واني شفت رجلين جو الباب ولما نيذن معناها انه واني اقعد اصلي واطلع للارض الزراعية طبيت الحمام كانت الوضعية طبيعية توضيت وصليت ولما نصليت طلعت للارض الزراعية كانت ظلام بعد مختلط وهنانا شفت اطفال يرقضون بين الاشجار الكثيفة وبوضوح تام يرقضون ويضحكون وبعدها اختفوا تماما صاروا وراء احد الشجرات وبعد ما شفتهم وهنانا طلع علي الصبح وشلت متعب تماما سويت الاشياء العليا بالقوة وظليت مقاوم الحد الساعة 12 والظهر لكن ما قدرت وراء 12 حتى نمت بالارض الزراعية ارتاجيت على احد الاشجار الموجودة وقلت خليه نام شوية ونمت وصحيت على احد يصحيني وقل شعندك نايم هنا لاحظت رجل كبير بالسن شكله ما اعرف شلونه سألت قلت لأنت منه قل لي انا دخلت للارض الزراعية اكل اللي يرزقني به رب العالمين قلت لي بس هاي الارض الزراعية مو لك واذا انت تاخذ شيء من عده فحرام ببطنك لازم تستاذن من صاحبه ضحك بصوت عالي وقل لي انا صاحب الارض قلت لي شون انت صاحب الارض واني ما شايفك نهايين قل لي انا صال لي هواي هنا ودير بالك من عندي وعوفني بحالي انا علي بس صحيتك وراح اروح واني قمت من مكاني اختفى تماما كأنه انا احلم او لا يمكن انا احلم قمت هيك اسوي ساعة اقول انا شفته وساعة اقول ما شفته ولما شفت الامر زاد عن حد اتصلت بصديق الي وهذا كان يداوم بالشريع الاسلامي او اكيد رح يفيدني تصارت بي وحجيت لعشي الصار قال لي الصراحة ما اعرف لكن سد التليفون وانا ارجع لك بحل صدق سديت التليفون وبعد عشر دقائق اتصل بي وقال لي اسمع هذو الاحتمال جن والسلطة وعليك لان حجيت للاحدات بحذافير قلت لصال لفترة بالمكان وما الاشياء قل لي اسمعني اترك البيت نهار كامل وبالليل اروح عليها ورا صلاة المغرب وهنا اطلب اذا اكو شخص موجود بالبيت قل لي اردت واصل وياك وشنو انا اذيتك وانا جاي طالب السلام لا اذيكم ولا تأذوني واستحلفهم بالله وشوف شنو اجابتهم صدق سويت الاشياء اللي قل لي عليه ولما استحلفتهم بالله بدت البوب تنسد بصورة مو طبيعية وتنفتح حسيت ان البوب رح تتخلع مال البيت وبنفس الوقت لمحت شخص واقف ورا الشباك مقابيلي اكو شباك مقابيلي والدنيا ظلما اشوف شخص واقف ومعرف الشون كأنه مرأ ولا مو مرأ لان شارة ملامحة مو واضحة عندي لكن طويل القامة طلعت لي بره وما لقيت احد ورجعت جاي احاول اتصل بهذا الشخص مره واحدة الجوال مات طفة وحدة ظلت لازمة بايدي وحاول اشغله وما يشتغل ومضربت ايدي ضربة قوية سقط من عدها الجوال وكانت اكو كهرباء بالبيت وسمعت صوت يقول لي وجاي من جهة الحمام لكن مو داخل الحمام يقول لي اسمع احنا نرفض التواصل وياك وبيننا وبينك المحكمة ضع الاشياء اللي راح نسويها بيك انا مجرد مكلف ما جاي يعرف الجاي يقصد ابد صحت بصوت عالي وقلت لي اذا انت تريد تتواصل ويايا اظهر الي وانا حل مشكلتك قل لي انت انسى ضعيف وما راح تقدر اتحل المشكلة اللي انت سببتها الي وبعدها اختفي وراح وهنانا انقلبت حياتي الجحيم ما اقدر انام نهائيا شي اقعد على ضرب شي اقعد على شخص يخنقني احلام وطبيعية وحتى باليقضة الصير عندي ما اقدر اسبح الا بالنهار واذا اردت اسبح قمت اسبحاني وهدومة بالهرض الزراعية مستحيل اقدر اطب للحمام ما لبيت واقضيها عادي مرة جا يسبح حسيت ان انا ذبيت دم على جسمي وهذا مو مرض نفسي هاي الاشياء والتخيلات هي من الجن فقط ظلت علي هاي الاشياء فترة وكنت اخفيها جدا الحمد لله والشكر قدرت استمر بعملي وباحد الليالي قبل لا نام بجيت من صدق ودعيت الرب العالمين انه انا اذا استمر بهذا العذاب اللي جاي يصير لي خلي اخذ روحي احسن انا مو قد هذا الامتحان انا مو قد هذا الامتحان والاختبار لان مليت جدا المهم نميت وغفيت ولما نغفيت اهنان اللي صار ويايا حلمت حلم جوه اشخاص وقعدوني وقيدوني بسلسلة واخذوني ومشوا وبعدها لما انطلعت خارج البيت وكأنه حقيقة الحلم حطه ومعرف شنو ابراسي حجب عني الرأي تماما وصحيت بمكان مو طبيعي مكان بين جبليا وضخم وكانوا اشخاص غريبين اشوف ذانهم اطوال بيهم اشياء يعني غريبة لكن شكلهم مثل الانس وبدأ يسألني عدة اسئلة وانا اجاوبة وما جنت اتذكر هاي الاسئلة بالحلم غير سؤال واحد ظل معلق ببالي هو انت شنو اللي يخلاك توصل السحر وتفتحها جاوبة اجابة بالحلم وما متأكد من اعته قلت له يمكن رب العالمين دزني انه انا افككه مجرد حلم لكن وراها اختفى كل شي وقدرت اعيش حياة طبيعية بهذا البيت ولهنانة وتنتي قصتي لكن الرأي لكم انتو كتبولي بالتعليقات شنو اللي حصل ويا هذا الشخص واذا عجبتك القصة دعم بلايك اشترك لي بالقناة فعل زر الجرس وانتظرنا غدا بقصة جديدة انشاء الله